بالتأكيد هي مدينة غزة قد تكون في عين العاصفة في ظل هذا العدوان الإسرائيلي ولكن باقي مناطق قطع غزة ما زالت تتعرض للغارات وكذلك ما زالت تودع المزيد من الشهداء للتو تم نقل ثلاثة من الشهداء على الأقل بالإضافة إلى طفلة مصابة من المنزل الذي تم استهدافه بجوار مستشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد منزل يعود لعائلة أبو فطاير هناك عدد كبير على ما يبدو من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض بحسب ما أبلغنا قبل قليل الدفاع المدني الذي بدأ بالبحث تحت الأنقاض نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية العنيفة وبالتالي عدد الشهداء ما زال يرتفع على وقع هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة قبل ذلك تم نقل سبع من الشهداء في قصف إسرائيلي أيضا على بلدة الزوايدة القريبة منها وكذلك هناك عدد من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض بحسب ما تقول وزارة الصحة وتحديدا طواقم الدفاع المدني والإصعاف بالفعل أحمد الغارات العنيفة ما زال تتركز على جنوب مدينة غزة هذه المرة تحديدا بالقرب من محررة نتساريم هناك أحزم نارية ما زالت تشنها المقاتلات الإسرائيلية على تلك المنطقة وقد تركز القصف الإسرائيلي في النصف ساعة الأخير على محيط المشفى التركي تعلم أحمد أن المشفى التركي هو المشفى الوحيد الخاص بعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة وبالتالي يتعرض ككل مشافي قطاع غزة للقصف الإسرائيلي في محيطه وهناك أضرار لحقت ببعض أركان وأقسام هذا المشفى هناك مناشدات من قبل إدارة المشفى بضرورة التدخل لوقف هذا القصف العنيف الذي يهدد القطاع الخاص بتقديم الرعاية والعلاج لمرضى السرطان تحديدا وهو المشفى الوحيد كما أشرنا الذي يقدم هذه الخدمة هناك حالات مستعصية عديدة داخل هذا المشفى تحتاج أصلا إلى تحويلات بالخارج ولكن نتيجة القصف والغارات الإسرائيلية تسعى طواقم هذا المشفى يعني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة هؤلاء الجرحى أو هؤلاء تحديدا المرضى من مرضى السرطان أيضا في شرق حي الزيتون أحمد ما زال القصف الإسرائيلي يشتد ساعة بعد الأخرى وهناك مزيد من المنازل تسوى على رؤوس أصحابها يبدو أن إسرائيل بالفعل فقطت صوابها وبالتالي تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من الناس المدنيين العزل الآمنين في منازلهم إضافة إلى أنها تسعى لإحداث أكبر قدر ممكن من التدمير والخسائر لدى المواطنين هي بالمجمل حرب على الشعب الفلسطيني وليست كما تقول إسرائيل حربا على المقاومة التطور أحمد ألا للمستمر شرق مخيم البريج هو استمرار أو شرق مخيم المغازي عفوا وصف قطاع غزة هو استمرار القصف المدفعي والاشتباكات المتبادلة بين المقاومة وقوات إسرائيلية على ما يبدو تحاول التقدم في إطار ما تسميها قوات الاحتلال بالمناورة البرية في هذه المنطقة يسمى إطلاق نار كثيف بين اللحظة والأخرى وبالتالي أيضا يتم إطلاق بعض قنابل الإنارة في هذا المكان هذه القنابل يعني قنابل الإنارة باتت يعني تطلق بشكل كثيف باتجاه الأماكن الشرقية بشكل عام من قطاع غزة لكنها الآن تتركز طبعا أكرم أود أن ننوي إلى هذا الخبر العاجل على الشهداء حتى الآن عدد الشهداء تجاوز 8100 شهيد بحسب المصادر الطبية وكذلك عدد الجرح تجاوز 20 ألف مصاب العدد الأكبر من هؤلاء بالمناسبة ما زالوا يعانون من إصابات قاتل ومستعصية على اعتبار أننا نتحدث عن أن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا وبالتالي هذه الأسلحة تؤدي إلى تهتك وتحويل أي ساد الشهداء إلى أشلاء ممزقة على غرار ما شاهدناه للتو من الشهداء الذين وصلوا إلى هذا المكان بشكل عام الوضع الميداني ما زال على ما هو عليه في غمرة أزمة إنسانية صحية مستعصية تكاد لا تصفها الكلمات ونحن نتحدث عن نزوح المزيد من المواطنين بعدما دمرت آلة الحرب الإسرائيلية منازلهم حتى اللحظة هكذا تبدو الصورة أحمد في غزة ونحن نقترب من أن ندخل اليوم 25 على التوالي من هذه الحرب حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل